السلام عليكم أوتيباكس هو قطرات خاصة بالأدن هذا الدواء فيه جوج مواد فينازون وكلوريدرات دوليدوكاين هذه المادتين كيخلوا من هذا الدواء ديال أوتيباكس يتعتبر كمضاد للألم ومضاد الالتهاب للأدن إذن هذا الدواء خاص بالألم ديال الأدن والالتهابات ديال الأدن خصوصا عند الدرار الصغار الدواء الاستعمال لله هم الالتهابات ديال الأدن اللي كتعطي آلام بحل الالتهاب الأدن الضغطي باروتروماتيك اللي كيكون بسبب الضغط اللي كيوقع على الأدن بحل مثلا فاش كيكونوا الناس مسافرين في الطائرة أو لا في القطار السريع تجيبه أو لا الناس اللي كيغتسوا تحت المياه ديال البحر يعني كيكون واحد الضغط كبير كيوقع واحد الاختلاف ديال الضغط من برى الأدن على اللي كان داخل الأدن فممكن يوقع واحد الالتهاب في ديك الجزء ديال الأدن التهاب الأدن غريبال فليكتينيولار أو اللي كي تسمى النفاطي كيكون واحد الفيروس كيقس الأدن وكيعطي بعض الآلم الشديدة وممكن يكون حتشي سيالا من الأدن بسبب هاد العدوى الفيروسية كذلك التهاب الأدن الوسطى الحاد يعني كيكون واحد الالتهاب بسيط في الأدن ولكن كيعطي آلام خصوصا كما قلنا عند الأطفال الصغار إذن أوتيباكس يعطى لحالات آلام الأدن كيفما كانت نوع الإصابة فيه واحد المادة مبنجة اللي هي الليدوكيين فذك البنج ديالها هو اللي يخلي تخفيف ديال الآلام عند الشخص المصاب الجرعة اللي ممكن ياخد الواحد هي أربع قطرات ثلاث مرات يوميا يعني في الصباح وفي الظهور وفي الليل أو حسب التعليمات ديال الطبيب ديالك من الأفضل ما تفوتش عشرية منتع كتاخد هاد الدواء وقبل ما تدير دوك القطرات في الأدن ديالك أولا في الأدن ديال الطفل الصغير شد القنينة ديال الدواء احطها بين كفيك بجوج وحاول تسخنها واحد شوية حيث كتكون باردة والقطرة البردة منك تهبط على الودن يعني ممكن تسبب بعض الانزعاج أو لا تزيد الألم ومن بعد ما تفتح القنينة ديال هاد الدواء ما خصهاش تستعمل بعد شهر من الفتح يعني بعد الفتح يبقى صالحا مدة ثلاثين يوما فقط الموانع ديال الاستعمال الناس اللي عندهم حساسية من هاد المواد اللي نكون منها هاد الدواء أو مثلا مادة غليسيرول حيث تحت هي من المواد الحافظة اللي كتكون في هاد الدواء ثاني مانع استعمال وهو الناس اللي عندهم تقب في الأدن يعني الطبل ديال اللودن متقوب باش غنعرفو هاد المشكل هاد هو ان خاص طبيب يفحصلك الأدن ديالك بالمنظار الخاص لهاد الغرض علاش حيتي لادرتي واحد القطرة ديال اللودن وعندك الطبل متقوب فيقدرو يقعوه آطار جانبية لقدر الله حيث هاد القطارات اللي كتتعطى الأدن غالي من خصت تخدم غير من الطبل البرة ما خصتاش تخدم داخل طبل الأدن او اللافدك العظام الصغيرة ديال السمع ما خصومش التقاسوب هاد السوائل ديال القطارات اذا من الأفضل قبل ما تعطيه هاد القطرة ديال الأدن للطفل الصغير خصوصا حيتي ما كيكونش كيصرح يعني بالأعراض والعلامات اللي كيشكي بهم ما كانعرفوش واش عنده الطبل متقوب ولا لا من الأفضل تديه الطبيب عام يفحص ليه الأدن دياله بالمندار ويأكد لك بأن الطبل ديال لودن ما بتقوبش ديك الساعة ممكن تعطيه القطارات ديال الأدن اللي كيخرج لك الطبيب أولا اللي شرتيه من الصيدلية بدون وصفة طبية واشنو هي العلامات ديال تقب الأدن كيكون غالبا فقدان السمع يعني كتفقد السمع في واحد الأدن ولودن الأخرى لا وممكن يكون حتى شي سيالان حيث دك تقب ديال الطبل ممكن يخرج واحد الإفرازات بحل الدم أو للقيح فهدو يعني أبرز علامتين ديال تقب الطبل ديال الأدن كذلك ممكن يكون شوية الألم واللطانين في الأدن فهدو كاملين علامات منذرة ومحذرة ما خسكش تدير حتى شي قطرة ديال لودن سواء ليك سواء الدر الصغير إلا بعد فحص ديال الأدن باش تأكد بأن ما كينش واحد تقبال اللي غتخلي السائل يزيد تخلي داخل ويضطر لي على الأدن الداخلية دياله بالنسبة للحامل والمرضع واحتى الراضع الصغير فكلهم ممكن ياخدوا هاد الدواء لأن المفعول دياله محلي كيبقى غير الأدن وما كيكونش يعني واحد تأثير على الجسم كامل أولى على الراضع لكتردع المرأة فيعني بموافقة الطبيب أو بالوصفة دياله ممكن أن الحامل والمرضع ياخدوا هاد الدواء ديال الأوتيب الأطار الجانبية اللي ممكن يسبب هي أطار جانبية كما قلناه محلية حيث هذا من العلاجات المحلية يعني وخاك تاخدوا ما قد يشوق عليك مثلا أدرار في الكيلة أو لأطرار في المعدة أو لأدرار في الدم ديالك حيث كيبقى غير في اللودن وممكن يدير أطار جانبية غير في اللودن بحلزة بشوي الحكاة أو شوي الإحمرار كتولي لودن حمراء بالزاف أو لشي حساسية في الأدن وغيرها من الآطار الجانبية اللي كتكون غالبا نادرة وخففة جدا يعني ما كتستدعش وحد القلق كبير كانوا هذه معلومات مختصرة على دواء أوتيباكس لآلام الأذن بمختلف الأسباب أنتمنى إن شاء الله تكونوا استفتوا من هذه المعلومات وإلى فيديو آخر إن شاء الله منا ألف سلام